اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج باوربوينت في هذه المحاضرة راح نشرح كيفية تصميم انفوغرافيك لأربع مهارات للنجاح في العمل الحر في البداية راح نحذف التكست اريا الموجود بالشريحة وطبعا راح نكبر العرض من تصميم اعداد الصفحة ومن ثم نختار 16 في 9 الان من ادراج اشكال راح نضيف شكل مستطيل او مربع بهذا الشكل ومن تنسيق مخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي وراح نختار اللون الاصفر الخردلي الان من ادراج اشكال وطبعا راح نضيف القوس طبعا هذا القوس بهذا الشكل راح نضيف قوس ربع دائرة طبعا ممكن يكبر بهذه الطريقة ومن تنسيق المخطط التفصيلي نختار الوزن وطبعا خطوط اضافية جيد الان الوزن راح يكون عشرة ولا بأس ان يكون 15 وطبعا راح نجي اهنان راح نختار النهاية نهاية الاقواس وراح نختار القوس مثلا راح يكون هذا القوس لا بأس ان يكون بهذا الشكل او ممكن نجرب هذا القوس جميل ولكن فقط راح نحكس العملية يعني راح يكون اهنان بلا واهنان راح نختار هذا القوس ممتاز ومن ثم اغلاق طبعا المخطط التفصيلي راح نختار هذا اللون راح نخلي نهاية السهم بهذه المنطقة طبعا راح نستنسخ هذا الشكل او السهم وطبعا راح نخليه بنفس المكان ولكن فقط راح نغير بالزاوية راح يكون بهذه المنطقة جيد الآن راح نستنسخ هذا الشكل طبعا اللي هو نفسه اللي استنسخناه مؤقتا كونترول سي كونترول في وراح نخليه بنفس المكان ما عدا انه راح نغير بالزاوية بهذا الشكل طبعا ممكن يكون ايضا الآن راح نستنسخ هذا الشكل كونترول سي كونترول في وراح نخليه بنفس المنطقة ما عدا راح نغير بالزاوية بهذا الشكل جيد الآن اكملنا حلقة الاسهم الآن راح نحدد هذا الشكل كله وطبعا من تنسيق تأثيرات راح نختار مثلا ممكن نختار توهج اللي باللون الاصفر ممكن او ممكن نختار ظل طبعا نجي للتواهج ممكن نختار الوان توهجات اضافية ممكن نختار توهج باللون الابيض وطبعا ممكن نختار ظل بهذا الشكل جيد الآن الان راح نتحكم بالاسهم السهم الاول هذا طبعا راح يكون بالأعلى نحدده ومن تنسيق احضار الى الامام جيد الشكل الثاني طبعا راح يبقى بنفس الترتيب طبعا نحدد هذا الشكل طبعا هذا الشكل نحدده ومن تنسيق راح يكون ارسال الى الخلف بهذا الشكل جيد الآن راح نحدد هذا الشكل وطبعا نسخ لاصق بهذا الشكل ورح نحذف من عدة التأثيرات طبعا التوهج راح يكون بلا وطبعا ظل راح يكون بلا ظل ورح نقلل من المساحة وطبعا راح نضيفه بالأعلى بهذا الشكل لاحظ انه اصبح بهذه الطريقة جيد الآن راح نضيف دوائر هذه الدوائر راح تكون بهذه المنطقة هذه هي الدوائر طبعا ممكن تصغر وطبعا تعبئة راح تكون باللون الابيض والمخطة التفصيلي بهذا الشكل وطبعا راح نستنسخها بهذه المنطقة وبهذه المنطقة جيد طبعا هذه الدائرة وهذه الدائرة باللون الابيض والدائرتين باللون الخردلي جيد طبعا راح نضيف صورة ياما من ادراج صورة ياما تنسيق ونختار صورة راح نصغر الصور بهذه الطريقة جيد وطبعا راح نضيف الايكون الاولى بهذه الطريقة وطبعا الايكون الثانية بهذا المكان الايكون رقم ثلاثة بهذا المكان والايكون رقم اربعة بهذا المكان جيد لان راح نضيف النصوص طبعا راح نستخدم هذه المهارة الاولى ومن ادراج مربع ناص راح نضيفها بهذه المنطقة بهذا الشكل طبعا راح نغير الفونت ورح نختار طبعا فونت الجزيرة بولد والنص راح يكون الجزيرة لايت بهذا الشكل طبعا راح نصغر الحجم ممكن يكون 16 مناسب المهارة رقم اثنين اللي هي الاستماع طبعا الاي ورح نكتب احنا الثانية الاستماع طبعا لا بأس انه يكون النص بهذا الشكل ولا بأس النصوص كلها تكون الى اليمين جيد راح نستنسخ النصوص بهذه الطريقة راح نضيف المهارة الثالثة او ممكن ناخذ فقط النص هذا وطبعا راح تكون بهذه المنطقة احنا راح تكون الثالثة تفاوض جيد واخيرا اللابعة راح تكون الاولويات بهذا الشكل طبعا احنا اللابعة طبعا حجم النصوص كبيرة ممكن يكون 14 مناسب ممتاز الان فقط نضيف العنوان اللي هو هذا راح يكون العنوان طبعا ممكن نختار هذا النص نستنسخه ودليت كليك ايمن راح يكون بهذا الشكل طبعا راح نكبر الحجم بهذا الشكل وطبعا ضقم 4 راح تكبر بهذا المقدار طبعا لا بأس انه نحدف المساحة طبعا ممكن للنجاح بالعمل الحر تصغر بهذه هي الطريقة ورح تكون باللون الاحمر نلاحظ انه اصبح عندنا انفوغرافيك جميل ومتناسق في نفس الوقت نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى اشتركوا في القناة